وفي تطورات الملف السوري والمساعي الروسية للخروج بحل مرض لجميع الأطراف كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن تلقي موسكو عرضا من أطراف معارضة سورية لتشكيل مجلس عسكري مشترك يوحد قوات النظام والمنشقين عنها والفصائل المعارضة تحت مظلة واحدة ورغم أن تفاصيل هذا المقترح لم تتكشف بعد وتبقى خاضعة للدراسة والمناقشة إلا أن تشكيل هذا المجلس العسكري المشترك سيكون بمرسوم رئاسي من الأسد تحديدا بعد الانتخابات التي ستجرى منتصف العام الحالي وسيتولى المجلس عددا من المهام التي من بينها إخراج القوات والميليشيات الأجنبية عادة تلك الروسية طبعا وإعادة توحيد البلاد وقواتها ورعاية الحل السياسي هذا المقترح طرحته أوساط معارضة على وسائل الإعلام وأيضا قدمته خطيا شخصيات من منصتي موسكو والقاهرة حول تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها ويتشكل من ثلاثة أطياف يضم أولها ضباط متقاعدون سابقون يتمتعون بوزن عسكري واجتماعي مرموك إضافة إلى ضباط لا يزالون على رأس عملهم ويتمتعون بمناصب عسكرية في قوات النظام وأخيرا طبعا طباط منشقين لم يتورطوا في استراع المسلح ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة وبحسب وسائل إعلام معارضة فأن أكثر من ألف ومئة ضابط منشق أعلنوا تأييدهم لتشكيل هذا المجلس فيما أشارت الشرق الأوسط إلى أن الموقف الروسي لا يزال مرتكزا على أولوية أعطاء الأولوية طبعا للانتخابات الرئاسية وفوز الأسد بولاية جديدة ما سيمثل منعطفا هاما بالنسبة لموسكو من أجل كسر العزلة الدبلوماسية عن دمشق ودعم المسار الدستوري في جنف ثم الخوض في تسويات وتفاهمات الأطراف المتحاربة في مختلف المناطق السورية موسيقى